السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديوهاتنا لعباء التي نقدمه مرحبا بكم محبي وعشيق لعبة ثانانين أسطورية كما أقول دائما أبدا أصدقائي عندما أقوم بفاقس أي تنين الأجمل من الحصول على الثانانين هو القيام بفاقسها بطبيعة الحال لكل مجتهد نصيف ولكل من بدل مجهود يصحق بطبيعة الحال حصاد نتيجة مجهوده في هذا الفيديو صديقي سوف نقوم بفاقس مجموعة من الوحوش بطبيعة الحال مبارك لكل الأصدقاء الذين استطاعوا بالفعل الحصول على مجموعة من التنين القوية جدا في الفعالية القديمة الماضية بالضبط هذه الفعالية الصديقية المتواجدة هنا نقول لهم مبارك عليكم بالنسبة للأصدقاء الذين لم يستطعوا الحصول على ما يريدونه أو للأصدقاء الذين لنقول لم يصلوا إلى التنين التي يريدون لا عليكم أصدقائي الفعالية سوف تعاد والتنين سوف تعاد وحتى التنين الذي لم تستطعوا الحصول عليه وجمعتم منه بعد القطاع عادة تنين صديقي سوف يعاد وتستطيع الحصول عليه عاجلا أو أجلا لهذا صديقي لا تنزعش ولا لنقول تشد في أعصابك التنين كلها سوف تعود الآن صديقي ما يتوجب عليك فعله هو التركيز من أجل محاولة الحصول على التنين من الفعاليات السماوية القادمة لأن الفعاليات السماوية القادمة فيها أحد أقوى التنين السماوية كرونو أودي وكرونو أودي يعتبر تنين قوي جدا تطويره سال جدا وأدائه رائع على أرض المعركة وهذا التنين أصدقائي لمن يستطيع الحصول عليه فهو التنين رائع جدا الآن قلت لمن يستطيع الحصول عليه بطبيعة الحالة الجميع يمكن لهم الحصول على هذا التنين الرائع لأنه سوف يكون متاحا في القلعة وبطريقة سهلة الفعاليات بإذن الله سوف أشرحوها بالتفصيل عندما تبدأ وصراحة أعتقد أنها من أفضل الفعاليات هي الفعاليات التي سوف تكون قريبا لنقول فيها سوف يكون الحصول على التنين بالمجود والتنين قوية سنعني أن تستحق على أصدقائي حتى نكون واضحين بشكل عام سوف نرافقكم في تلك الفعاليات الآن سوف نبدأ بفق سادي التالي بالمناسبة أصدقائي أعمل حاليا على إعادة هيكلة هذه الجزيرة لأنه سوف تلاحظون أنه لنقول في الفيديوهات السابقة كانت هذه الجزيرة عبارة عن مساكن قديمة وكذلك لنقول بعض الأشياء المختلطة الآن نرتبطها بهذه الطريقة هذه أيضا أعمال حاليا على إيجاد الصيغة المناسبة للاستغلال المساحة أفضل استغلال ممكن وكل التالية التاغية لدي سوف أقوم بجمعها هنا كما تشاهدون وهذه كلها مساكن تاغية الآن سوف نبدأ بفق سادي التالي على بركة الله وبتابعة الحال سوف نبدأ بالأضعف ثم الأضعف ثم الأضعف هنا صديقي بالمناسبة لأصدقائي الذين يسألون استطعنا الحصول على التفاحة العبيطة كما حددت هذا الهدف في بداية الفعاليات في بداية الفعاليات القديمة قلت لكم أصدقائي أني سوف أستطيع الحصول على لنقول التفاحة العبيطة هاي استطعت الحصول عليها كان لدي تسع تفاحات الآن لدي عشرة وعندما أستخدم استخدام أخصيص فيديو لذلك أصدقائي الآن سوف نبدأ بالتنين الشريط الأسطوري وهذا التنين صديقي تستطيع الحصول عليه فقط إذا أتممت خريطة الحمل البطولية الأصدقائي الذين شاهدوا فيديو تختيم خريطة الحمل البطولية لاحظوا أني عندما خدت المعركة الأخيرة استطعت الحصول على هذا التنين أهواء تنين جديد أسطوري ينضم إلى مجموعتنا والأصدقائي الذين استطاعوا الحصول على هذا التنين من فضلكم أصدقائي هذا التنين مهم جدا حاولوا أن لا تضيعه يعني لو أضعت هذا التنين لا أعتقد أنك سوف تحصل على نسخة أخرى هذا التنين تستطيع الحصول عليه مرة واحدة فقط لهذا حاول أن لا توضيع هذا التنين صديقي طبعا التنين الصديقي سوف نتركه صغيرا كما شاءت بهذه الطريقة وعندما تقول لك فعالية القلعة في الفعالية السماوية سوف نحاول العمل على لنقل على لنقل إطعامه حتى نقوم بتنفيذ مهمات فعالية القلعة الآن ثاني التنين وبطبع التنين هو أيضا التنين لنقل أسطوري هذا التنين الصديقي من التنين نادرة جدا وكان هذا التنين صديقي متاح بخلال لنقل السوق القديم بالضبط متاح بالأبواق استطعت الحصول عليه هو أيضا لأنه لعبت لنقل حتى عندما انتهت الفعالية بالنسبة لي استمررت في اللعب وعندما استمررت في اللعب صديقي استطعت الحصول على 300 بوق دفعة واحدة وبالتالي استطعت الحصول على هذا التنين الأسطوري أيضا هو من التنين النادرة جدا التي لا تظهر لنقل إلا مرة كل أربع سنوات تقريبا وخمس سنوات هذا التنين لم ألحظه من قبل الآن عادة واستطعت الحصول عليه كذلك هذا التنين أصدقائي لنقل لا يظهر إلا مرة كل سنتين أيضا استطعت الحصول عليه وهناك كذلك التنين خارف استطعت الحصول عليه من الزلزان الساحقة هناك بعض التنين لن تستطع الحصول عليها إلا عندما تظهر وتظهر بشكل نادر جدا على سبيل المثال أبو الشوارب هنا طول اللعبي في لعبتين أسطوري تذكر أنه ظهر لمرتين فقط هذا عن ما أتذكر هذا كان متاحا في حرب التفقيس واستطعت الحصول عليه الآن أصدقائي ننتقل إلى تنين صلم صلم أبو السللم متواجد هنا ها قد استطعت الحصول عليه طيب بالنسبة لتنين صلم أود وضعه هنا طبعا هذه الجسور سوف تلاحظ strategicها وضعت المساكن القديمة هنا كفكرة سوف أضع كل المساكن القديمة هنا كل المساكن السماوية لربما أضعه هنا كل المساكن الأسطورية لربما أضعه هنا كل المساكن النبات هنا هذي أخطط ما لا أعلم إلى الآن ما الذي سوف أفعله بها لكن سوف أستمر ببنيها طبعا هنا إعادة لنقول ترتيب الجزيرة ككل شيئا فشيئا حتى نصيل النتيجة المطلوبة أبو السلاليم حان الوقت من أجل القيام بفقسه تنين قديم يا صديقي كان متحاففة عليها أصل الفراغ وقتها لم أستطع الحصول عليه جمعت منه فقط بعض القطاع بالمناسبة التنين القديمة تستطيع تسكينها حتى في المساكن التاغية التنين القديمة تستطيع تسكينها في المساكن القديمة والتاغية معا هنا حصلنا على أبو السلاليم ها قد اندم إلى مجموعة كما تشاهدون ها وأبو السلاليم طبعا كل التنين التي استطيع الحصول عليه أتركها في المستوى واحد هذا بالنسبة لي كعمر حتى استطيع سيغلالها في فعالية القلع أو في الفعالية السماوية التاغية وكذلك الفعالية القديمة الآن حان الوقت من أجل فقس الجائزة القبرى أتنين أصل الماء المقلد طيب أصبح في حاجاتنا صديقي سوف يوضع في مكانة الكبار بطبيعة الحالة هذا التنين مكانه غير عادي لا بد أن يوضع هنا هنا هذا التنين لا بد أن يوضع هنا هناك حشرة موجودة هنا لا أعلم ما الذي يفعله هنا هذا حشرة ما الذي يفعله هنا لا وبجح كمان يعني موجود في مكانة الكبار طبعا كل التنين سأعمل على تحريكها من هناك طبعا هنا مكانه بشكل مؤقت فقط حتى نستطيع وضعهم في المكان الذي يلق بهم هنا 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 صديقي هنا تعال 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 كفاك دلال مكانك هنا صديقي هنا ستطعنا الحصول على أصل الماء المقلد كما تشاهدون طبعا بالنسبة لأغنس فيبر الذي يظهر في السوق لدي منه اثنين صفا خاصة لها حلقة خاصة أغنس فيبر كما تشاهدون هذا هو لدي منه نسخة هذه النسخة ونسخة أخرى لم أفقصها بعد لاحظ لدي منه نسخة طبعا معظم اللعبين الذين لعبوا وقتها كان لديه نسختي من التنين التنين التوم المتوجدون التاغي لدي منه 124 قطعة طبعا متاح كعرض كما قلت ما نتحدث عنه بالتفصيل إذن هنا صديقي استطعنا الحصول على أصل الماء المقلد طبعا التلين لا يستحق حجمه الصغر لهذا نقوم بإطعام حتى المستوى أربعة حتى يأخذ شكله العادي هنا أصبح لدينا أصل الماء المقلد نسخة سينية من التلين باجير وبالمناسبة صديقي عندما تعمل على الجمع المزيد من التنين في لعبة الثانية الأسطورية تصبح تلعب بالراحة كيف تلعب بالراحة؟ على سبيل المثال هذا الأسبوع يوجد مجموعة من الفعاليات لدينا على سبيل المثال مجموعة أحلام الرابعية مجموعة جمع لن تستطيع الحصول عليها إلا بجمعها عن طريق الفعالية المنتشرة هنا وهناك كذلك يوجد لدينا فعالية جمع أخرى لأن هذه الفعالية ها هي ها هو الجمع وكذلك لدينا هنا مجموعة أحلام الرابع صديقي هي فعالية جمع كما تشاهدون هذه الفعاليات حتى تستطيع الحصول على هذا التنين حتى لو كانت تنين عادية يتوجب عليك الجمع الجديد الثاني المشكلة لو عندما تكون هناك مثل هذه الفعاليات إذا كنت تعمل على جمع هذه التنين من مدة طاولة ولديك العدد الكثير من التنين مثل هذه الفعاليات لا تحتاج للمشاركة فيها على سبيل المثال فعالية الجمع هذه هذا التنين المطلوب موجود لدينا بالفعل لاحظ هذا التنين موجود لدينا بالفعل هذا التنين يظهر لأول مرة الصراحة استطيع الحصول عليه الآن لكن ليس في المزاج لألعاب التنين الجائزة الموجود هنا إصلاً موجود لدينا لاحظ ها هو موجود هذه ميزة صديقي أنك تلعب ها هو موجود وهو كما تشاهدون صديقي موجود هذه ميزة صديقي أنك تجمع لنقول مجموعة من التنين أو يقول لديك عدد كبير من التنين حالياً صديقي وصلت إلى حوالي سبعمائة وسبعين تنينا وما زال العدد مستمرة في عدد التنانين ولله الحمد لدي أكثر من نصف تنانين اللعبة أو الموجودة في اللعبة وما زلت أجمع مع أني ألعب في الراحة على سبيل المثال يوجد لنقول هنا فعالية تحدي الزعمة الزعمة الموجودة هنا صراحة لنقل وقتا للمشاركة فيها من يستطيع المشاركة في طبعات سوف يحصل على تنين جيد أو تنين جديد لكن بالنسبة لي شخصيا لا أشارك فيها بكثرة لأنه صراحة لا أستطيع المشاركة أو الدخول كل ست ساعة أو كل ساعتين كل ساعتين دخول واللعب ثم أنسى يعمل على وضع المنبه ويلعب بطريقة جيدة لكن بعد الأصدقاء لا يستطيع اللعب مثل أعلم إلونا صديقي حلقة تصل إلى نهايتها كانت حلقة خاصة بفقس التنين الجائزة الكبرى في الفعالية القادمة الماضية نستعد أصدقائي لفعالية السماوية القادمة إنها قادمة نستعد لها فيها تنين مميزة جدا هذا التنين هو لنقل حلم الكثير من اللاعبين وكثير من اللاعبين يفضل ويحب ويريد عودة هذا الرائع المتواجد هنا صديقي شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا